في ردود الفعل رحبت جامعات الدول العربية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس المحتلة وأعرب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أن التصويت يكشف مجددا عن حالة من الإجماع الدولي الكامل تأييدا للحق الفلسطيني من جانبه رحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس بالقرار وأعرب عن أمله في أن تتراجع واشنطن عن موقفها الذي أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعيته على حد تعبيره كما أعربت مجموعة العالم العربي بالأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تقديرها للدور الذي تطلع به لجنة القدس التي يترأسها الملك محمد السادس في الحفاظ على الهوية العربية والتركيبة الديمغرافية للمدينة المقدسة